وحول آخر تطورات الأزمة السودانية حيث وصلت الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهود تقديم الخدمات المختلفة للوافدين القادمين من دولة السودان جراء تدعيات الأزمة الحالية عبر المعابر البرية في أرقين وقسطل ومستشفى أبو سنبل الدولي بجانب الموقف الدولي بكاركر هذا تواصل توافد المصريين والسودانيين ورعاية الدول عبر معبري أرقين وقسطل الحدوديين وللمزيد من المتابع ينضم إلينا من ميناء أبو سنبل البحري بمدينة أسوان مراسل التلفزيون المصري الزميل محمود جميل مرحبا محمود هل لك أن تصف لنا المشهد والأوضاع لديك؟ نعم تحية لكم ولكل أسادة المشاهدين بالفعل نتابع يعني تواصل الجهود المصرية في تقديم كل الكدمات للوافدين عبر معبري قسطل وأرقين لكن تحديدا نتحدث عن الجديد اليوم وهو البيان الصادر من محافظة أسوان منذ قليل والذي أكد على عدة نقاط هام النقطة الأولى أنه سيتم التنصيق أو جاري التنصيق بالفعل مع الجهات المختصة بمعبري قسطل وأرقين لزيادة أطقم العمل الخاصة بالجمارك والجوازات لتخفيف الضغط وأيضا العمل على تقليل الإزدحام ويعني تسهيل حركة عبور الوافدين داخل معبر قسطل النقطة الثانية هو استمرار عمل العبرات التي تعمل ليلة نهار بعد قيام المحافظة بمد أعمال الإنارة سواء نتحدث عن أعمال الإنارة داخل العبارة أو حتى في مرسى حجر الشمس أو الطريق المؤدي من معبر قسطل إلى مرسى حجر الشمس واستمرار عمل العبرات بواقع أربع عبرات عبرتين تابعتين لمحافظة أسوان وعبرتين تابعتين للقوات المسلحة المصرية النقطة الثالثة هو استمرار أعمال النظافة وتسوية الطريق بالنسبة لمدينة أبو سيمبل لتسهيل حركة الحافلات التي تنقل الوافدين بمجرد وصولهم إلى ميناء أبو سيمبل النهري وصولا إلى مدينة أسوان وموقف كاركر الدولي النقطة الرابعة التي أكد عليها البيان هو استمرار الخدمات الصحية المقدمة للوافدين في موقف كاركر الدولي تحديدا من حيث الخدمات اللوجستية من خلال المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وبعض المتطوعين وأيضا تقديم الوجبات الجافة والجاهزة النقطة الأخرى هو أيضا استمرار يعني زيادة حركة الحافلات التي تنقل الوافدين في من ميناء أبو سيمبل النهري ومن معبر ومن موقف كاركر الدولي إلى محطة سكك كحديد أسوان أو إلى موقف الأقاليم للتوجه إلى القاهرة أو أي محافظة أخرى النقطة الأخيرة أنه منذ أيام كنا قد تحدثنا عن المنحة التي تقدمت بها منظمة اليونسيف بعدد اثنين كارفان لاستخدامهم كدورات مياه اليوم محافظة أسوان أعلنت عن جاهزية هذه الكارفانات وبدء تشغيلها بعد قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوصيل مياه الصرف إلى هذه الكارفانات وبدء عملها بدءا من اليوم فبالتالي كل هذه الخدمات لازالت تقدم لكل الوافدين فبالتالي الوافدين القادمين عبر معبر قسطل وأرقين سيتلقون كل الخدمات اللوجستية التي تساهل عملية انتقالهم ليس فقط من مجرد وصولهم إلى البوابة المصرية ولكن بمجرد عبورهم المعبر من الناحية السودانية سيكون هناك إحدى المنظمات التي تقدم لهم الوجبات الجافة والجاهزة لتسهيل عملية وصولهم إلى معبر قسطل من الناحية المصرية وبمجرد وصولهم إلى معبر قسطل من الناحية المصرية سيجدوا كل الخدمات من عيادات ثابتة وخيا موجودة بها كل المساعدات الجذائية والخدمات الطبية وجميع الأطباء في جميع التخصصات خاصة فيما يتعلق ببعض الأمراض التي قد تنتج نتيجة للطبيعة الصحراوية لعبور الوافدين ولديهم بعض الأمصال الخاصة بهذه الأمراض أيضا وصولا باستقلالهم الحافلات وتوفير عدد كبير من الحافلات لاستقلالها من معبر قسطل وصولا إلى مرسى حجر الشمس لاستقلال العبرات التابعة لمحافظة أسوان أو القوات المسلحة المصرية وهذه العبرات أصبحت تعمل ليلة نهار وتعمل أيضا يوم الجمعة لتخفيف الإزدحام نظرا لأن هناك أعداد كبيرة تصل على معبر قسطل تجاوزت حتى الآن من معبر قسطل تحديدا أكثر من 45 ألف من معبر قسطل تحديدا عبر الحدود المصرية فبالتالي عندما يصلون إلى هنا في ميناء أبو سنبل النهري أيضا هناك عدد من سيارات الإسعاف تكون جاهزة وموجودة لمتابعة أي من الحالات الصحية التي تحتاج المتابعة فهنا في مدينة أبو سنبل مستشفى أبو سنبل الدولي أو حتى في محافظة أسوان مستشفى أسوان الدولي بالإضافة إلى مستشفيات جامعة أسوان التي تقدم كل الخدمات للوافدين وأيضا في مسألة المبادرات المجتمعية الموجودة في توفير عدد من السكن للوافدين من معبر قسطل أو حتى هنا في مدينة أسوان لمسنا أيضا ورصدنا مدى الترحيب من قبل المطاعم أو المقاهي الموجودة هنا وأيضا المبادرات المجتمعية الأخرى في مسألة الإطمئنان على ذويهم في السودان الشقيق بشكرك جزيلا شكرا محمود جميل من ميناء أبو سنبل البحري كنت معنا من هناك شكرا جزيلا على هذه المتابعة الوافية